بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي مع بعض الدرس الأخير نحن كده خلصنا الفايدة البسيطة والفايدة المركبة اللي هو آخر درس فيها كانت استهلاك القروض نبتدي مع بعض في الدرس الأخير اللي هو الاحتمالات والتأمين احتمالات والتأمين هو فيها ثلاث موضوعات نحن نتصر على موضوع واحد اللي هو جداول الحياة والوفاة جداول الحياة والوفاة فيها عدة علاقات بنستخدمها هي علاقات بسيطة مكتوبة قدامكم ولكن على شأن ما لا تقومش هناخد مثال رقمي كده ونشوف العلاقات دي هتلاقوا علاقات بسيطة جدا إن شاء الله مثال بيقول لي البيانات التالية تمثل احتمالات الوفاة في مجتمع معين لفئة العمرية من ستين إلى أقل من ستة وستين وكان عز الأحياء في فئة العمر من ستين لواحد ستين هو عشر تلاف شخص ومديني جدول في فئات العمر واحتمالات الوفاة بتاعت كل فئة المطلوب إعداد جدول الحياة والوفاة لكي أعمل جدول مكون من خمس خنات أو خمس أعمدة من هم العمودين اللي هو معطاء مدهمني في التمرين هذه الأعمدة على الشكل التالي أول حاجة فئة العمر وهذا الذي يدهل في التمرين طيب بعد كده في عدد الأحياء وعادد الوفيات واحتمال الحياة واحتمال الوفاة طيب يبقى هنا عندي عددين اللي هو عز الأحياء وعز الوفيات واحتمالين احتمال الحياة واحتمال الوفاة فئة العمر دهالي خلاص طيب هو الداني في التمرين الداني في الجدول احتمال الوفاة اللي احنا عملينها باللون نخدر ده والداني معلومة تانية فوق الجدول ان عدد الأحياء في فئة السن من ستين لأقل من واحد ستين هو عشر تلاف هنعمل ايه بقى دلوقتي عدد الأحياء في الفئة من ستين لأقل من واحد ستين سنة عدد الوفاة و احتمال الوفاة 20% فهو ببساطة كده بضرب نسبة او الاحتمال الوفاة في عدد الأحياء يديني عدد الوفيات يبقى عشر تلاف هضربها في 20% او 20 على 100 يديني 2000 ما فادش ايه مشكلة خالص طيب يبقى استخدمت احتمال الوفاة هستخدمها في ان شاء الله في حاجتين الحاجة الاولى عدد الوفاة وجبناها 2000 طيب احتمال الحياة احتمال الحياة زائد احتمال الوفاة يجب ان يديني 100% يعني مثلا احتمال ان شخص يعيش 70% يبقى احتمال ان يموت 30% والعكس احتمال ان يتوفى 40% يبقى احتمال ان يعيش 60% لازم مجموعة الحياة والوفاة ديني 100% او 1 صغير اذا كان الوفاة 2 من 10 يبقى الحياة كان 8 من 10 او 20 من 100 يبقى 80 من 100 يبقى كده نصف الاولانه لا يوجد مشكلة العدد الاحياء المعطف التمرين بقيت الجدول سيبقى سهل جدا وبنفس النمط بقيت الجدول بقيت الجدول بقيت الجدول الحاجة الاولى اضرب 10 تلاف في احتمال الحياة 80% يديني 8 تلاف او طريقة بسيطة انا عندي 10 تلاف واحد عيش هيتوفى منهم او احتمال ان يتوفى 2000 يعيش كام 10 تلاف ناقص 2000 تديني كام 8 تلاف الطريقة الاسهل ممكن نعملها لا يوجد اي مشكلة نبدأ في فئة السنة من 61 لأقل من 62 هيتوفى بنفس النمط لا يوجد اي مشكلة 8 تلاف لكي نضرب بعض الوفاة نضربها في نسبة الوفاة اللي هي 25 من 100 او 25 من 100 يبقى 8 تلاف 25 على 100 تطلع ب 2000 احتمال الحياة ازاي اذا كانت الوفاة 25 من 100 يبقى الحياة 75 من 100 يبقى يبقى اتنقل على الصف الثالث من الفئات السنية اجيب الستلاف دي جبتها ازاي احد امرين اليما قولي الثامن ثالث ناقص الـ 2000 تدين ستلاف او يضرب الثامن ثالث في احتمال الحياة اللي هو 75 من 100 هادين ستلاف ايهما أفزت اعملوا وهكذا الثامن ثالث لو ضربناها في احتمال الوفاة تدين عدل الوفيات اللي هم هو 6,030 على 100 تدين ألف و 800 احتمال الحياة جابها مثل 30 تبقى سبعين فئة السن من 63 إلى 64 نفس القصة 6,000 ناقص 1,800 تبقى 4,200 أو 6,000 في 70 من 100 تبقى 4,200 احتمال الحياة تبقى 4 من 10 تبقى 6 من 10 أو 40 من 100 تبقى 60 من 100 طبعا نكتبها 6 من 10 أو 40 من 10 لكن سأكتبها 0 لأنها تبقى 75 من 100 وهذا كذلك يوصل لآخر صف خالص فئة السن من 65 إلى 66 وهي 108 من 2 ونقص 1,500 ونقص 1,500 تبقى 1,800 أضرب 1,800 في نسبة الوفيات أو احتمال الوفاة 75 من 100 يوصل لـ 75 احتمال الحياة تبقى 75 من 100 سنجعلنا بسيطة فعدد الوفيات أو عدد الأحياء لو طلعها لكسر قربوا دائما لأعلى في عدد الوفيات أو الوفيات ليس هنا في عقول مثلا 2,200 1 من 10 أو 2,200 5 من 10 أو 2,200 9 من 10 في كلا الأحوال أي كسر قربوا الأعلى يعني 2,200 1 من 10 مثلا مثلا 2,200 1 من 10 بارطبا 2,200 1 هذا ببساطة جدول الحياة وأحيانا بيقال عليه جدول الحياة والوفاة ممكن يديني شكل تمرين آخر هنا في التمرين يديني فئات السن من 30 لأقل من 36 سنة وبدل ما يديني احتمال الحياة أو الوفاة وبدل ما يديني احتمال الحياة والعكس لو أديني احتمال الحياة يديني احتمال الوفاة ما هي المشكلة هنا؟ هي بسيطة أيضا هنا يديني فئات السن وعادل الأحياء وبدل ما يديني معلومة أخرى يديني فئات السن الأخيرة من 35 لأقل من 36 وهو 1380 شخص والمطلوب تكوين جدول الحياة سنقوم بعمل الجدول من خمس خد العمود الأول هو فئة العمر وبعدين عدد الأحياء وعادل الوفيات كما اتفقنا فيه عددين أحياء ووفيات واحتمالين واحتمال الوفاة واحتمال الحياة وهو مديني في التمرين فئات العمرة ومديني هنا عدد الأحياء اللون المرتقال ومديني معلومة تانية اللون الأصفر وهو عدد الوفيات 1380 في الفئة الأخيرة من 35 لأقل من 36 سنة هنكون الجدول ازاي؟ ببساطة خالص أنا دلوقتي عندي عدد الأحياء هنا 10.000 في العمر اللي بعده السنة اللي بعدها بقوا 9300 أستنتج من كده اني توفى كام واحد 300 اهو يبعد الوفيات في فئة سنة 30 لما لم يبلغوا سنة 31 كانوا كام 300 لها 10.000 ناقص 9700 يبقى الفرق ناقص هذا الفئة السنية ناقص اللي بعدها على طول يطلع 300 يبقى فيه 300 توفى توفاههم الله يبقى ببساطة اجيب احتمال الوفاة ازاي؟ هيبقى عدد الوفيات على عدد الأحياء يبقى انا بجيب النسبة كان الاول انا مديني مثلا الاحتمال ده كنتو بضربه فيه 10.000 تطلع 300 ده دلوقتي العكس انا مديني ثلاثمية وعند عدد الأحياء يبقى هاكسي من شهد رباء اولي يبقى 300 على 10.000 هتديني كام؟ 30 من الف أو 3 من مية ومنتهى البساطة عندي احتمال الوفاة 30 من الف أو 3 من مية يبقى احتمال الحياة كام؟ 97 من الف طيب طيب فيه الفئة العمرية الثانية أو السنة اللي هي الثانية من 32 عندي عدد الأحياء 9700 طيب عدد الوفاة كام يا ترى؟ هيبقى دول 9700 وصلوا للسنة اللي بعديها بقى 9200 يبقى كام واحد توفى 500 اللي هو الفرق اهو اقسي من 500 على 9700 يديني احتمال للوفاة 52 من الف اطراحة من واحد صريح يديني احتمال الوفاة 948 وهكذا السنة اللي بعديها 9200 وصلوا السنة اللي بعديها 8600 يبقى الفرق ده ناقس ده اللي هو كام حوالي 600 لا 600 فعلا بالظبط يعني هم يبدوا العدد الوفاة تقسيمهم على عدد الأحياء في نفس السنة يديني احتمال الوفاة اطراحة من واحد صريح يديني احتمال الحياة وهكذا السنة الأخيرة 35 اللي أقل من 36 عندي الأحياء 6900 وده معطى في التمرين وعدد الوفاة هنا متدوري في التمرين اللي هو 1380 لأنني لا أعدي السنة اللي بعديها لن أطرح فقسم 1380 على 6900 يديني 2 من 10 طيب هذا احتمال الوفاة أطرح من واحد يديني احتمال الحياة كام 8 من 10 كلام بسيط هنا هنا عندك تمرين متدورك زي المثال الأول تحله وتدرب نفسك عليه ومتديني طبعا قادي الفئات العمر واحتمال الحياة وعدد الأحياء في فئات العمر من 50 إلى أقل من 51 سنة الفئات العمر الأولى وعشرين ألف شخص ومطلوب تدريب شكرا وألقاكم على خير